مفيش حد في الدنيا بالمعنى الحرفي الكلمة في الدنيا ملاش علاقة بقى بها مسلم ولا مسيحي ولا مصري ولا عربي ولا أجنبي مبيحبش الشيخ النقشباندي وما استمتعش بصوته ولازم تبقى عارف انه مولانا النقشباندي كان رجلا عالميا بالمعنى الكامل يعني هو لف الدنيا وتسمع في الدنيا المثل المصري يقول اللي خلف ماماتش قولي ليه أحفاد بقى ماماتش برضو كمان فاحنا معانا أحفاد مولانا الشيخ النقشباندي أحمد ممدوح إبراهيم النقشباندي أهلا وسهلا ازاي الصحة الأحوال كله تمام وأكرم ممدوح إبراهيم النقشباندي منورنا زكي أكرم الأخبار أنا كنت أقول على مولانا الشيخ النقشباندي وده الحقيقة مشانا اللي بقوله هو التاريخ اللي بيقول كده إنه صوت عالمي ولف الدنيا والكل بيعرف عربي ما بيعرفش عربي انبسطوا وسقفوا بي حقيقة واستمتعوا أوي وده من ضمن الغرائب الناس حبيتوا ليه؟ تعال نبدأ الأول باب أحميد ونروح لأقرب تمام أول حاجة كده عشان بسطته في التعبير وفي المعنى وفي الإحساس الجميل ما كانش عنده تكلف نهائي في أي حاجة كان بيقولها كان بيقول كل جمله من قلبه ما كانش عنده رولز ما كانش عنده التزام بأي هو كل حاجة كانت طالعة من قلبه ومن إحساسه فبالتالي البني آدم اللي بيطلع كل حاجة من قلبه بتوصل للجمهور طبعا بتوصل بتمث القلب فبالتالي هو فضل معلم مع الناس إلى أن تقوم الساعة لأنه هو فعلا كل الكلمة كان بيقولها كانت نابعة من قلبه لا كان بيلتزم بلحن ولا كان بي يعني هو كان حاجة كده إلهية ربانية كده نزلة سبحانك يا ربان وفعلا يعني إحنا كلنا لما بنيجي لما بسمع بسمع لأي حاجة لغاية دلوقتي والله أستاذ جوسف فعلا يعني الجسمي بيقى أشعر كده بحس إن هي كانك بتسمع لأول مرة أستاذ جوسف صح موسيقى 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 موسيقى